السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا نزال نتحدث عن أب الأنبياء عليه السلام ذكر الله تعالى في كتابه أخبارا عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام و ذكر مواقف من حياته و حياته إبراهيم عليه السلام مليئة بالأحداث لكن ربنا جل وعلا ذكر لنا ما فيه عبرة و عظة لنا من حياته عليه الصلاة والسلام في مواقف مع النمرود في مواقف مع قومه و عبادته من الأصنام في مواقف متنوعة فمن ضمن ذلك النمرود النمرود كان ملكا على بابل و هو الذي أراد أن يبني صرحا عظيما ليطلع إلى الرب إلى غير ذلك هذه قصة يعني لعلها ستأتي معنا لكن تعالوا نتكلم عن موقف إبراهيم عليه السلام معه إبراهيم عليه أفضل الصلاة والسلام لما كان أقبل إلى النمرود كان النمرود ملكا متسلطا يدعي الربوبية و يدعي أنه هو الرزاق فكان يمسك الميرة الميرة الأطعمة يجمعها عنده و يقول للناس من أراد الطعام فليأتي إلى ربه يقصد نفسه هو فيأتي الناس ليأخذوا منه الميرة إبراهيم عليه السلام له زوجة و يحتاج إلى طعام فرأى الناس يذهبون إلى النمرود ليأخذوا الميرة منهم من يشتري و منهم من يأخذوا المجان و ذهب ليأخذ أيضا الميرة منه لكن إبراهيم عليه السلام أراد أن ينبه النمرود إلى أنك لست ربا كيف تدعي أنك رب و أنت مثلنا تأكل و تشرب و تنام و تمرض و تصح و لو أصابتك الشمس أصابك المرض و العراق كيف تدعي أنك رب و لذلك تحاور معه إبراهيم عليه السلام و كان النمرود ملحدا لا يعتقد أن هناك رب أصلا و يعتقد أنه هو رب الناس و لذلك قال الله تعالى ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك كلما كان الإنسان كما قال الله تعالى كلا إن الإنسان ليطغى الرآه استغنى المال إذا رزق به المرء إما أن يورثه ذلك شكرا لله و إتاء للزكاة منه و إقرارا في قلبه أن هذا المال نعمة من رب العالمين و بالتالي أنا مأمر بالشكر و هذا بلا شك أنه مهفق لكن قد يكون هذا المال مطغيا له داعيا له إلى التكبر داعيا له إلى أن يكثره فلا ينظر هل هو من حلال أم من حرام فهذا أيضا يسوقه إلى البلاء و الفساد و لذلك بيّن الله تعالى حال المال و كيف أن من الناس من يؤتي زكاته و منهم يعني كما قال الله تعالى الذي يؤتي ماله يتزكى ذكر ذلك عن أبي بكر رضي الله عنه كان صاحب مال لكن كان ينفق منه في سبيل الله و لذلك قال الله تعالى و ماله من نعمة تجزأ إلا ابتغاء وجهه ربه الأعلى و لسوف يرضى يعني فبين الله تعالى أن أبا بكر يتصدق بالمال و هو غني و يتعرف به إلى الله تعالى لا يرجو جزاء من نعمة من هؤلاء الذين يتصدق عليهم لكن يريد أن يرضى الله تعالى عنه لكن من الناس من يطغى بالمال كما وقع هذا للنمرود فقال الله تعالى ألم تر إلى الذي حاج حاج يعني ناقش و حاور إبراهيم في ربه في الله أن آتاه الله الملك يعني إذ آت الله الملك للنمرود و الملك يتضمن أنه عنده جند و عنده حرس و عنده قصر و عنده أموال و بالتالي صار له ملك على قومه يعني هذا الأمر المعروف يعني الذي سيحصل معه أناتاه الله الملك أقبل إبراهيم و يتحاج مع هذا الملك مع النمرود و النمرود كان ملحدا و الإلحاد بالمناسبة أمر لا تقبله الفطرة و لذلك لا تكاد أن تجد ملحدا هو يعني في سكون و راحة حقيقية في داخل قلبه أنا لا أتكلم عن الدارونية يعني بعض الدارونية الذين يعتقدون التطور مثلا و أن الإنسان تطور كذا كذا لكنهم يعتقدون أن الله موجود و أن الله الخالق و هو الذي خلق الذرة الأولى و تطورت إلى غير ذلك بصرف النظر كلامهم باطل طبعا كلامهم باطل الدارونية لن أتحدث عنه الإنسان خلقه الله تعالى إنسانا كما قال الله تعالى للملائكة إني خالق بشرا من طين خلق آدم فكلامهم باطل لكن منهم من يعتقد هذه العقيدة و يقر أن الله موجود و هم على ضلال و على فجور و على أمر مخالف لما كان عليه الدين لما عليه الدين و لما جاء في القرآن لكني لا أتحدث عنهم أنا أتحدث عن من ينكر أصلا أن الله موجود بصرف النظر اعتقد بالدارونية أو ما اعتقد هو أصلا ينكر أن فيه إله و ينكر أن فيه خالق تقول من خلق السماوات من خلق الأرض من خلق الجمال لا يقر بذلك أصلا يقول ما فيه خالق لها هذه كلها وجدت صدفة أو يبحث عن مخارج هذا النوع من الناس الذي لا يقر أصلا أن فيه إله لا يقر أصلا أن هناك رب لا يقر أصلا أن هناك خالق هذا كما قال ابن القيم والله لو شاهدت هاتيك الصدور رأيتها كمراجل النيراني هذا صدره مضطرب كما قال الله تعالى و لا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا و اتبع هواه و كان أمره فرطا كان أمره مضطربا هؤلاء هم أهل الاضطراب هؤلاء الذين لا يقرون أن هناك رب أصلا و لا يقرون أن هناك خالق خلق الكون و يعني هو القوي العظيم الجبار جل وعلا ينكرونه هؤلاء لا تجدوا واحدا منهم يشعر براحة و طمأنينة في حياته كلا كلا و أرجو أن يفرق يعني أعلم أن بعض من يسمعني ربما قرأ عن يعني أقوى مثقفين و ربما سادة جامعات و يتكلمون عن الدارونية و كذا أنا لا أتكلم عن الذين يقولون بنظرية دارون أنا أتكلم عن الملاحدة و إن كان هؤلاء و هؤلاء كلهم ظلال كلهم ظلال لكني أتكلم عن من ينكر أن الله موجود أصلا ينكر أن هناك خالق للكون لا تجد واحدا منهم مطمئنا في داخله و لا يعيش في سكينه بل كما قال الله تعالى و كان أمره فرطة و إن أظهر أني مبسوط و في حياتي و عايش حياتي لكنه تمر به لحظات من الهم و الغم و الكربة كما قال ابن القيم إن في القلب خلح فيه مكان فيه ثقب لا يسدها إلا معرفة الله تعالى و اللجأوا إليه و لذلك الملاحدة من أتباع النمرود اللي يقول ما فيه رب أنا الرب أصلا و مثل فرعون اللي يقول ما فيه رب أنا الرب أصلا هؤلاء لا يعيشون في طمأنينة و لا سعادة فإبراهيم عليه السلام جاء و وقف و إذا أمامه هذا النمرود هذا الذي يقول أنا أحي و أميت بدأ إبراهيم عليه السلام يحاوره و جاء له بحجتين فقط أقوى حجتين ما قال من الذي يرزق لأنه قد يقول النمرود أنا أرزق شوف هذا الطعام هو الزع على الناس من الذي مثلا يشفينا إذا مرضنا قد يقول أنا الذي يشفيكم هذا الطبيب عندي يعالجكم مثلا أقبل إليه إبراهيم بقضيتين لا يفعلهما إلا رب سبحانه و تعالى ما هم هاتان القضيتان سأتحدث عن ذلك إن شاء الله في الحرقات القادمة أسأل الله لولكم التوفيق و السداد و أن يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا و أن يثبتني وإياكم على الخير و الهدى و يهدي أضال للمسلمين والسلام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر